أعلنت مدرية أوقاف البحر الأحمر عن تخصيص 222 مسجداً بنطاق المحافظة لأداء صلاة العيد وأوضح وكيل وزارة الأوقاف البحر الأحمر محمود شيمي أن شرط إقامة صلاة العيد بالمساجد هو الالتزام بجميع الضوابط الإجرائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي مع حظر أداء صلاة العيد في الزوايا وتطبيق العقوبة على المخالفين استعدنا الحمد لله بتجهيز هذه المساجد تنظيف صحن المساجد والملحقات التابعة لها من مصليات السيدات وغيره وبفضل الله سبحانه وتعالى مصليات السيدات مفتوحة مدامة المفتوح في صلاة القيام وفي صلاة الجمعة مفتوح بفضل الله سبحانه وتعالى في صلاة عيد الفطر المبارك ونبأ على الجميع إن شاء الله ينتزم بالتعليمات الإجرائية والاحترازية الخاصة بجائح الكورونا أن يجي المصلي إن شاء الله في صلاة عيد الفطر المبارك ملتزم بمصلاه الشخصي وبالكمامة الشخصية ويلتزم بالتباعد الاجتماعي حرصا منه ومنا جميعا على سلامة المصلين